النهاردة كان فيه يوم مسير جدا في كأس رابطة الاندية مسير جدا قبل مروح لكأس رابطة الاندية عايز بس اتكلم فيما يخص الحكاية بتاعة النادي الاهلي وربطة الاندية النادي الاهلي عنده مواجهة مع المصري في كأس الرابطة والاهلي طلب تأجيل هذه المباراة عشان ظروفه ومنافساته الأفريقية وشايف انه مش مفوض يلعب المباراة في المعدد رابطة الاندية شايف انه الاهلي وافق على شروط هذه المسابقة من الاول ووافق انه مش هيبقى فيه تأجيلات ووافق انه هيلعب من غير الدوليين والنادي الاهلي واجهة ناصره انه عندي عدد كبير من اللاعبين الدوليين موجودين دلوقتي مع منتخبات مصر المختلفة وبالتالي مش هعرف ألعب قلت لكم مبارح ان مارس الكولر مصمم ومصر انه مايلعبش هذه البطولة وابلغ ادارة النادي الاهلي بهذا الأمر قال لهم حتى لو عايزين تلعبوها فمش بفريقي ولا بجهازي عايز لعبوها بفريقي الشباب بجهاز الفان براحتكم النادي الاهلي طلب التأجيل النادي الاهلي مش عايز يلعب المباراة في وقتها في اقتراح انه الاهلي أصلا ينسحب من هذه البطولة بس ده مش حاجة رسمية من النادي الاهلي بس ده اقتراح محروض يعني في اقتراح آخر انه الاهلي يلعب بفريقي الشباب بجهاز فاني فريقي الشباب اقتراح تاني في اقتراح تالت انه الاهلي يلعب باللاعبين المستبعدين خالص من حسابات مارس الكولر زي مثلا برونوسافيو زي ايمان اشرف ومجموعة من الشباب مثلا بس الاهلي المعلوم اللي قدر اقولها لك انه شالعب مباراة المصري في كأس الرابطة بأي من اللاعبين الأساسيين في فريق النادي الاهلي الفترة الأخيرة او حتى اللاعبين اللي حتيني القوام اللي بيستخدموا مارس الكولر طوال الفترات الماضية بالمناسبة مارس الكولر حتى هذه اللحظة مع النادي الاهلي استخدم تقريبا في هذا الموسم يعني حوالي 25 او 26 لعب فما عندوش حل الاهلي بعد اسرار مارس الكولر إلا انه يلعب بالشباب او ينسحب من هذه البطولة طيب رأي انا بقى ايه؟ رأيه زي ما بيحصل في العالم كله في العالم كله بتشوفوا انتو مثلا ليفربول منشستر ينايتد ريال مادريد باريس سان جرمان هتلاقوا مثلا الفرقة دي لما بتنافس فأكتر من بطولة تستغنى عن بطولة منهم ما بتنسحبش يعني ايه بتستغنى لو الله انا هخش لعب مباراة المصري اخسر وخلاص اخسر وخلاص انا البطولة دي مش في حساباتي انا مركز في بطولات تانية فرق اوروبية كبيرة بتعمل كده فرق اوروبية كبيرة بتعمل كده مش بتخش تقول ايه؟ نازل اخسر لأ بس ما بتلعبش بالعناصر او بالتركيز اللي يخليها هيكسب تكسب عشان ما يستمروش في هذه البطولة فيحصل فيها ارهاق انا رأيه انه هلي يعمل كده والله انا هلعب بفريق الشباب والله هلعب باللعبين المستبعدين من قائمة مارس الكولر هلعب هلعب انا ضد دايما فكرة الانسحاب في ايه مع ايه فريق ومع ايه نادي بس لعب وما تكملش براحتك بقى براحتك والله انت بقى شايف انه انا الاهلي لما خدش ايه بطولة لازم انافس عليها وما اخسرش واي 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 برضو دي وجهة نظرك بس الاهلي سأل فان ما عملتش كده بالمراسة لو تفتكروا السنة اللي فاتت حتى بيت سمو سيماني ما كانش مركز في البطولة خالص كانت من مجموعة واللي هو تقريبا على ما تذكر الاهلي خد المركز الاخير او قبل الاخير يعني في كل حوال ما اهتمش الاهلي بهذه البطولة ده ببساطة الحكاية الرابطة مصرر على اقامة المباراة في موعدها الاهلي يرفض انه يلعب المباراة في الموعد ده وفي النص اقتراحات انه الاهلي يلعب بفريق شباب او من العناص المستبعدة في تشكية النادي الالي في الفترة الاخيرة دي الحكاية من اولها لاخرة اشتركوا في القناة